اشتركوا في القناة طيب احنا دخلنا صحن الكنيسة في بعضنا هيخش الهيكل ده الحقيقة له استعداد تاني واستعداد خاص لان كنستنا الابطية بتدي للمزبح والهيكل مهابة خاصة تتمثل في بعض التقاليد والاداب اللي لازم ان يرعيها اللي هيخشه الهيكل وخصوصا الشمامسة والاكليروس فدخول الهيكل والوقوف قدام المزبح بيحتاج بعض الاستعدادات الخاصة استعداد مهم لازم ناخده واحنا دخلين الهيكل هو خلع الحزاء لازم نقلع الجزمة اللي احنا لابسانها ودي وصية من ربنا لموسى النبي وقال له اخلع حزاءك من رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة لما ربنا كلمه من العليقة وعدم تأهلنا للوقوف في الموضع المقدس ده اللي بيتم فيه رفع الزبيحة الزبيحة ناطقة سمائية زبيحة العهد الجديد جسد ودم السيد المسيح اللي بتشتهي الملائكة انها ايه تتطلع مجرد انها تتطلع اليه فوقوفنا في الهيكل وقدام المزبح لازم نخلع الحزاء من رجلينا والحقيقة خلق الحزاء يعني بيحمل معاني اخرى وعميقة مش بس ان انا بقدس المكان اللي واقف فيه لكن خلق الحزاء فيه معنى انه الاحزية في القديم يعني كانت بتصنع من جلود الحيوانات الميتة وكأن ربنا بوصيته دي بيطلب مننا ان احنا نخلع الامور الزمنية الميتة علشان ايه نلزق في السماويات الخالدة وفي المعنى ده يقول لنا القديس اغسطينوس اي ارض مقدسة مثل كنيسة الله هتلاقي فين حاجة مقدسة اكتر من الكنيسة اذا لنقف فيها ونحن خالعين احزيتنا اي رافضين الاعمال الميتة كمان القديس امبروسيوس له رأي في الموضوع ده ويقول كان موسى رمزا للشعب لم يحتزي بحزاء الرب بل بنع لرجله موسى ما كانش لابس حزاء ربنا لكن حزاءه الخاص ويكمل ويقول هذا في اشارة لما قاله يحنى المعمدان يوم عماد المسيح الذي لست اهلا ان احمل حزاءه لذلك يكمل القديس امبروسيوس ويقول لذلك امره الرابع بخلعه ربنا امره بخلعه حتى يحرر خطوات قلبه وروحه من قيود ورباطات الجسد ويسير في طريق الروح ربنا قال الموسى اخلع حزاءك ده عشان تتحرر من رباطات جسدك تلبس بقى الحزاء بتاعي تلبس وصيتي وتنقلها لشعب اسرائيل كمان الكديس غريغوريوس النزيينزي بيقول ليت من يقترب الى الارض المقدسة التي هي قدس الله يخلعن عليه كما فعل موسى حتى لا يدخل بشيء ميت الى هناك ولا يكن بينه وبين الله شيء ما تخليش الزمنيات والماديات الميتة تكون حاجز بينك وبين ربنا نقطة كمان او معنى اخر في خلع الحزاء انه الجلد اللي كان بيصنع منه الاحزية هو نفسه اللي بيصنع منه الطبول فاشارة الى عدم الاهتمام او عدم استخدام الطبول يعني حب الظهور في العبادة نقطة تالتة في موضوع خلع الحزاء انه بيشوفها العلمة اوريجانوس انه خلع النعلين مرتبط باللي جه في العهد القديم من رفض انسان ما انه هو يتزوج ارمالة اخيه زي الوصية اللي كانت موجودة في العهد القديم عشان يقيم ليه نسل فكانت تيجي الارمالة دي في حضرة شيوخ العيلة او القبيلة وتخلع نعل هذا الانسان او الاخ الميت اللي رفض يتجوزها تخلع النعليه من رجليه والبيت ده بقسمه بيت مخلوع النعليه وده جه في سفر التسنية اصحاح 25 ويقول العلمة اوريجانوس انه هكذا اسخلع موسى نعليه اعلن انه ليس بعريس الكنيسة وفي كل مرة بيخلع الاسكف والكاهن او الشماس حزاؤه عند دخوله الهيكل انما يدرك في نفسه انه ليس عريس الكنيسة الحقيقي بل صديق العريس وخادمه فدي كلها معاني في موضوع خلع الحزاء استعداد مهم بنستعده واحنا دخلين للهيكل استعداد اخر هو الوقوف في الكنيسة وخصوصا في الهيكل وقدام المسبع بخشوع ووكار لانه الكائن على المسبح في كنستنا عمانوئيل زي ما بنقول في اسمة القداس ويجه في قانون 96 من المجموع الصفوي من قوانين يعني الكنيسة يقول كده لا يتكلم احد جملة في المسبح خارجا عما تدعو اليه الضرورة ولا حول المسبح ايضا وانت واقف في المسبح وانت واقف في الهيكل ممنوع تتكلم اي كلام خارج عن اطار الليتورجية او خارج عن اطار الصلوات وفي المعنى ده بيقول القديس كليوموندوس الروماني في ارسالة كتبها لمسيحي كورونسوس سنة 96 ميلادية يقول لهم كده ينبغي ان نلتفت الى ان كل جماعة ملائكية كيف يقفون باستعداد خدمة ما شئته كما يقول الكتاب الوف الوف قيام حوله وربوات ربوات يقدمون له الخدمة يصرخون قائلين كدوس 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 رب السباقوت الخليقة كلها ممتلئة من مجده ويكمل ويقول وهكذا ليتنا لنجتمع معا بانتباه قلبي وباتفاق الاصوات ولجاجة نصرخ نحوه باشتياج بفمن واحد حتى نؤهل لشركة مواعيده العظمى والسمينة قد ايه مهم ان احنا نقف جوه الهيكل وقدام المسبح بخشوع ووكار نقطة ثالثة عن الاستعداد لدخلنا الهيكل والوقوف قدام المسبح هو ان يكون عندنا استعداد روحي داخلي وخارجي يعني القديس البابا اسناسيس الرسولي وص في قوانينه بشوية امور لخدام المسبح وطبعا للكهنة على وجه الخصوص فاتكلم في نقطة طهارة الذين يقتربون من المسبح ويقول كده الهيكل والمسبح المقدس لا يجب لاحد ان يقترب اليهما الا الذين يتطهرون كما يليك بالموضع المقدس من اجل هذا ايها الكاهن فقد اعطي لك ان تتصلت على هذا جميع لذلك يريدك الله ان تكون بغير خطي والكلام ليك يا جارة كمان يقول البابا اسناسيس الرسولي يجب على الكهنة ان يخدم المسبح بالطهر وبالبخور الطاهر النقي الذي يبخره الكاهن حول المسبح وحول نفسه ببهاء الروح الكدس لهذا على القصوص ان يتطهروا بكل طهارة عند اقتربهم من المسبح الذي قسم عليه الجسد المقدس والدم المحي ويكمل كمان البابا اسناسيس يقول الكاهنة قد اختيروا ليكونوا اطهارا اكثر من الشعب وان تعطى لهم القرابين ليكونوا اطهارا مصلين عن الشعب طالبين عن خطاياهم فاذا اخطأ الكاهن مثل الشعب فمن الذين يصلي عن الشعب لان شعبا كهنته انجاز لا يكون له صلاة تصعد الى الله كما قبل ان الرب او كما قيل ان الرب لا يسمع صلاة الخاطئ لان عشرات المرات اتى غضب الله على الشعب في البرية وكان قريبا ان يستأصلهم ولكن موسى صلى عليهم والرب صرف غضب عنهم وهكذا اشفك الله على الشعب الخاطئ من اجل انسان واحد صديق لم يحزن قلب الله كمان البابا اساناسوس يتكلم في نقطة النظر للمزبح بعين محتشمة ويقول لنا كده لماذا تنظر الى المزبح والبخور بعين غير محتشمة ما ارهب الوقوع في يدي الله الحي فالان الذي يريد ان يلتصق بالمزبح المخوف فليسعى كاستحقاق الموضع المقدس طقف بعين محتشمة يستحقا هذا المكان المقدس نقطة اخيرة كلم فيها البابا اساناسوس عن مخافة المزبح مخافة الاقتراب من المزبح ويقول المزبح محل الافراح لمن يمسك بنواميسه ولكنه هلاك لمن يتوانى فان لم تكن لكم قدرة ان تكونوا ودعاء فابتعدوا لألا تحتاركوا لان الذي على المزبح نار لا تطفأ كما قال الرب ان نار المزبح لا تطفأ كمان يقول لنا البابا اساناسوس الاقتراب الى الموضع المقدس مخوف مكتوب ان الهنا نار اكلة ليس مثل نار هذا العالم ولكن الروح الكدس علمنا ان الخطاء الذين يلتصكون بخدمة الله وهم مقيمون ومداومون في خطاياهم يهلكون مثل القش الذي تحرقه النار منفعش ابقى واقف على المزبح او ملتصق به في خدمة وانا مستمر كمان في خطيتي اخر نقطة يقولها البابا اساناسوس يقول من تقدم قط الى المزبح بدون خوف ونجا ما شفناش ويجيب مثل عن عزة يقول عزة مد يده بغير طقس ومسك تبوت عهد الرب لانه ما كانش كاهن ولذلك اهلكه الرب ومات للوقت قدام الرب كمان بيجيب مثل كمان يقول كورح وداسان وابيرام ابتلعتهم الارض هم ورجالهم بسبب انه اشتهوا مجد الكهنوت فالله يريد لهذا بهذا ان يعلمنا المخافة الكائنة في المزبح والمخافة الكائنة في اواني المزبح لنحرص كل الحرص وخصوصا الكهنة والشمامسة خدام المزبح لنحرص كل الحرص ازاي نكون مستعدين ان احنا ندخل الهيكل ونقف قدام المزبح المقدس هنصلي القداس وفي الاخر هنتناول موضوع التناول ده بقى له استعداد ثالث واكثر اهمية لكن خلينا نتكلم عنه بنعمة ربنا الحلقة الجاي اما الى هنا فقد اعاننا الرب الذي له المقد الدائم الى الابد امين ترجمة نانسي قنقر